لعنة وحلت أزمة رمضان صبحي بتكبر ومحدش يعرف هتوصل لفين هل ممكن برامدز يستغنى عن رمضان صبحي ويبيعه بعد أزمة المنشطات الأخيرة وكمان علشان معرفش يحقق معهم أي بطولات زي ما حقق مع نادي القرن رغم أنه أغلع أدف الفريق رمضان صبحي لسه بيحب الأهلي لحد النهاردة آه لسه زي ما بقولك كده لسه بيحب الأهلي وده علشان هو ابن النادي وتربى فيه من وهو صغير وده اللي أكده رمضان صبحي لما طلع في لقاء تلفزيوني من فترة وقال الأهلي لحد دلوقتي كنت هاخد بطولة كل ساعتين رمضان شايف اللي حصل معاه ما ينفعش يحصل مع ابن النادي والكلام اللي طلع كان عليه علامات استفهام علشان كده ردع التصريحات دي وقال لحمك تافي من خير الأهلي ودي حقيقة مش كلام وانا ما حسبتهاش لما سبت الأهلي لأنها كانت الخطوة الأنسب وقتها وجمهور الأهلي هو اللي عملني لما رحت برامنس قاله طموح وتجي بالسلامة شريف إكرامي كان لي رأي تاني وخرج ليضرب بيد من حديد عشان يدافع عن رمضان ورد على الانتقادات لأنه شايف أن رمضان ممكن يكون مظلوم في موضوع أزمة تعاطي المنشطات وقال موضوع المنشطات معقد جدا لوائح التحقيق ونتائج ما فيش حاجة فيها بالصدفة وكل تفصيلة موجود عقوبتها شريف إكرامي تحط في نفس موقف رمضان صبحي مع الاتحاد الإفريقي بسبب عينة طلعت إيجابية ليه وده لأنه أخذ دواء ملوس وكان بموافقة وتصريح طبي وبعدها حس الظلم كبير وقع عليه خلاه يبقى مهتم بدراسة موضوع المنشطات وشرح للجنة الاندباط الجانب الطبي تبقى للوائح لأنه كان واخد إيقاف ثلاث أسابيع شريف إكرامي قال لو رمضان احتجني في حاجة أنا مش هتأخر ولو أخطأ هياخد عقابه بس مش هيتعاقب على خطأ مش بتاعه ومش هيكون كبش فدى أزمة تعاطي المنشطات إكرامي من واجهة نظره إن اتحاد الكورة أخطأ لما صرح بخصوص أزمة المنشطات لأنه جهة مش مسؤولة والمسؤول هو اللاعب والمنظمة المتخصصة عن المنشطات وعلق الدجة اللي حصلت من جمال علام وصح مش من حقه الكلام لأنه مش المخاطر والمفروض اللي ليه حق التعليق هو اللعيب ومنظمة النادي أما أي طرف من الأطراف التالتة ملهاش إنها تعلق لأنها شوهت صورة لعيب وشهرت به وضرت بقيمته التسويقية ودي عواقبها كبيرة جدا وكارثية وعن رجوع رمضان الأهلي وجهة نظر إكرامي رمضان مش هيرجع الأهلي علشان الجمهور زعلان منه ده ممكن أو ممكن كبرياء المسؤولين في الأهلي يمنعهم علشان شايفينه استغنى عن النادي ورحله تموحه في برامد لكن ما ينفعش أقول قيم ومبادئ علشان ده غلط لأن المرجعية هنا للاحتراف وما ينفعش نكيل بمكالين وختم كلامه قال رمضان ما أخطأش عشان يعتذر ما غلطش في مبادئ وقيم النادي الأهلي زي ما تقال وما طلعش يهاجم حد من رموز الأهلي أو شتم الجمهور زي ما حصل من لعيبة تانين موسيقى موسيقى